ايه رأيكم في بكاري جسامة؟ ايه رأي حضراتكم في بكاري جسامة؟ ده انا بسأل سؤال الجمهور الاهلي ايه رأيكم؟ بتحبوه؟ لما بتسمعوا اسم بكاري جسامة ايه رأيكم؟ من هو هيحكم مباراة للأهلي؟ بتفكروا في ايه؟ احنا ليه دايماً بنقلق؟ يا ليه الأهلوية كلهم بيقلقوا لما بيلاقوا اسم بكاري جسامة؟ طيب تخيل حضرتك مكمل بقى المؤامرة يجب أن تكون متكملة الأركان انا من الناس اللي ما بحبش حاجة اسمعها نظريات المؤامرة والله بجد ما بحبهاش بقعد اقول يا جماعة لكن انا بس السؤال بالنسبالي هي كل الشواهد اللي انا بقولها دي ولا ان تسريبات النهاردة طلع في الجزائر في المغرب وفي تونس وناس من الكاف ان الحكم الدولي الكبير كابتن بكاري جسامة هو اللي هيحكم هذه المباراة احنا كأهلوية نقول ايه؟ هو الراجل ده الحكم الدولي ده عنده صوابق عديدة جداً سواء مع الاندية المصرية مش الاهلي بس الاندية المصرية كلها اول منتخب المصري كمان هو انت ليه بتحط دغوط اكبر على النادي الاهلي لو النادي الاهلي صعد للمباراة النهائية احنا لسه عندنا مباراة يوم السابت انت ليه بتعمله كده؟ كل ده ليه؟ انا في 2007 لما قالوا ليس للكاف والناس في الافريقيا مش هخلوكوا تاخدوا البطولة التالتة كنت لسه بقى يعني كنت لسه بقى لعب فقلت له يا جماعة مفيش حاجة اسمها كده احنا كويسين هنكسب وحناخد البطولة وبتاعة لكن هي مش مسألة انتوا كويسين وانا وحشين هي مسألة ان انت تيجي ترقص وواحد يغبطك المفروض ان هي راكل الجزاء زي بركات في 2007 تلاقي ان الموضوع اتعكس بقى فول على بركات والانذار التاني بركات ملعبش فقط 40-50% من قوتك قوة الاهلي في ذلك الوقت عشان اديت لبركات الانذار التاني راكل الجزاء للنادي الاهلي ده بقى كسبانين واحد سفر وكانت في اول ربع ساعة او في اول تلت ساعة شوط الاول وكانت انا اللي عملها البركات كمان انا فاكر الموضوع ده قويس انه انا يعني بيطلع من يعني كان الموضوع انا ضع مني بطولة تالتة ضع مني بطولة تالتة بسبب حكم بسبب كابتن عبد الحيم العرجون في القاهرة هنا تلت ضربات جزاء اتنين شديد انوي عملوا اللي جديد انوي كده يعني جابوا شديد انوي من فوق امو موقعينه تحت كنا موجودين يا جماعة بتشوف بعننا والناحية التانية واحدة لابوتريكا اولى بتاعت ابوتريكا دي يعني اتنين شديد انوي فاكرين ايد اين رامو لما كرة تلعبت بالعرض ونزلة محطتها بيده وعملها كده بأيديه والحكم قال لك لعب جن لامبتي الحكم دولي والمفروض ان هو اتوقف بعد عموما اننا هنتظر لغاية يوم الحد لغاية لما نشوف ايه اللي حيحصل بندل الاهلي حيصل للمباراة النهائية ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نصل الى المباراة النهائية في ظل هذه الظروف الصعبة جدا وفي ظل هذه الاجواء الصعبة جدا والضغوط الكبيرة جدا ولكن طول ما جمول الاهلي موجود وطول ما عندنا مجلس ادارة حطت ايده في ايد جمهوره في ايد اعلامه في ايدنا في ايدين بعض كلنا كجمهور وكمجلس ادارة وكاعلام زي ما حضرتك شايف ان شاء الله صوتنا هيوصل للعالم كله للعالم كله حتى لو كسبنا هذه البطولة من المغرب وان شاء الله ربنا يكرمنا بس الاول ونصعد وبعد كده نشوف الكلام ده هنتكلم فيه ازاي لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا لان كل اللي بيحصل ده هي ضغوط كبيرة جدا على كل اللاعبين وزي ما حضرتكو عارفين بقا ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية في حالة صعود النادي الاهلي وفي حالة صعود الوداد المغربي وفي حالة ان المباراة هتتلعب على مركب محمد الخيمس على صحات что الليessي شكرا لذي